موسيقى إذن فصحبة الأخيار تعين على طاعة الله أما صحبة الأشرار فتعين والعياذ بالله على معصية الله ولقد ساق لنا القرآن الكريم النماذج لكي نعتبر ولكي نتعظ لقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المشركين أقام وليمة ودع النبي صلى الله عليه وسلم لحضورها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط عليه إذا أراد أن يحضر وليمته أن يدخل في الإسلام فالرجل لحرصه على أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته أظهر الدخول في الإسلام وبلغ ذلك أحد الأصدقاء الذين كانوا يصادقون ذلك المشرك وذهب إليه وقال له أصبأت أي أدخلت في دين محمد فقال له الرجل لا أنا لم أدخل في دين محمد وإنما أنا دعوت محمدا لي حضور وليمتي فاشترت علي أن أدخل في دينه فأظهرت الإسلام فقال له لا لن أحضر وليمتك لا أنا ولا فلان ولا فلان ولا فلان من المشركين حتى تذهب إلى محمد وتعلن أنك لم تدخل في دينه وعليك ألا تدعوه إلى حضور هذه الوليمة وذهب ذلك الرجل الشقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وأظهر الكفر فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أن هذا الإنسان سيندم يوم القيامة لأنه أطاع أصدقاء السوء نزل قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة أي يا هلاكي ويا حصرتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أي ليتني لم أتخذ ذلك الشخص الذي أبعدني عن الإسلام ليتني لم أتخذه صديقا ثم يقول القرآن حاكيا حالة ذلك الإنسان الشقي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة